2014 بعد الرئيس متسلم الحكم بانتخابات هي الأقصر اقبالا قناة السويس يلا يا جماعة راحين القناة ايه يا جماعة هنعمل قناة جديدة وقتها الناس قالت هو احنا القناة جديدة دي يعني هتفيدنا في ايدي الوقتي معقول يا جماعة ويومها كان الفريق مهاب سيد الرئيس بتكلم على ثلاث سنوات سيد الرئيس قال لا هي سنة وحدة ليه سنة وحدة وجينا يوم ستة تمانية خمستاشر كان الافتتاح قعدوا جماعة الاخوان وغير الاخوان المجرمين طبعا يشككوا في جدوى هذي القناة واللي قول لك عليها ترعى قول لك عليها ادامش نفعة وقول لك عليها وانتو بتصرفوا وترموا في روسف البحر وخلاص ايه اللي انتو عاملينه هو ليه انا بفتح الموضوع ده النهاردة ليه بفتح الموضوع ده دلوقتي في اول الحلقة هو اللي حالك بفتحه ليه هو اللي حضرتك بفتحه ليه بدأتوا تسمعوا النهاردة والاسبوع اللي فات والشهر اللي فات انو دول حوالينا قريبة بعيدة عايزة تعمل يا مواني يتعمل خطوط ربط بينها وبين بعضها البعض وبدأوا يتكلموا على تأثير هذا الامر على قناة السويس وانو قناة السويس خلاص هتخسر خسائر كبيرة جدا لا لو ما كناش عملنا قناة جديدة كنا اللي حضرتكو او اللي بعض يفكر فيه كنا فعلا خسرنا خسائر لكن مع القناة الجديدة اللي شاف الرؤية في 2014 اللي الناس النهاردة في 2021 بتتكلم على تأثير قناة السويس وتأثير اللي بيحصل حولينا في المنطقة وانو هياخد من حركة تجارة بتاعتنا ولا لا والنقل والكلام ده يؤثر ولا لا كان فعلا ممكن يؤثر لو كنا قناة قديمة فقط وليس اضافة القناة الجديدة الكلام اللي من 6-7 سنين اللي كانوا بيشككوا في هذه قناة وهجوم على البلد وعلينا وعلى الرئيس وعلى الدولة وما فيش واللي ده بتعملوه ما لهوش اي ولا شيء ورمية 64 مليار جنيه في البحر وخلاص ما لهومش اي حاجة لا تاني مع كان هنا الهدف التشكيك وقتها لو كان حصل النهاردة وما كانش عندك القناة تانية كان هيتقلك هواته ليه ما فكرتوش تعملو بدائل هواته ليه ما عملتوش بديل لقناة السويس الموجودة طالما في حركة حوالينا وفي علاقات بقت بين الدول وبعضها وبقت بدي يعملو خطوط ربط وحاجات فكر في اللي حصل 2014 والافتتاح اللي العالم كله كان موجود عندنا في قناة السويس بيتابعوا عدد كبير من قادة الدول العالم ما بين اصدقاء واشقاء كانوا موجودين في اليوم التاريخي ده اعرف النهاردة في فبراير 21 حقيقة اللي عملتوه في 2014 حقيقة ما قدمتوه لبلدكو في 2014 حقيقة ما احنا في النهاردة عشرين واحد وعشرين مع اي كلام اخر بالمناسبة اللي اتعامل ده لكي يستمر هذا المجرى الملاحي هو في المنافسة والتنافسية بالقناتين مش بالقناة الوحدة النهاردة انت بتنافس حتى لو اي حد عمل اي حاجة تظل قناة السويس هي رقم واحد الاقصر الافضل الارخص نعم وهادي كان سيادة الفريق اسامة ربيع مع سيادة الرئيس وسيادة الفريق مهاب ماميش